ذلك محور نقاشنا خلال هذا الموعد الإخبار والمتعلق بالتحضيرات للامتحانة الرسمية والتي باشرتها وزارة التربية الوطنية بدءا من الأسبوع القادم بما في ذلك التحضيرات لامتحانة شهادة الباكالوريا ومشروع إصلاح الباكالوريا كل هذا سنناقشه بتفصيل مع سيدة سامية ميزايب مديرة الاستشراف والتقويم بوزارة التربية مساء الخير سيدتي مساء الخير شكرا على الاستضافة شكرا لك بداية سيدة ميزايب على الرغم من أن قطع التربية سهلين الفصل الثاني بموجة الإضرابات والتهديد لكن على النقيد من ذلك قول نجد أن وزارة التربية الوطنية لحد الساعة تحكف على أن الأمور تسيل بوتيرة عادية كذلك أن وزارة التربية رح تشرع في التحضير للامتحانة الرسمية بما في ذلك امتحان شهادة الباكالوريا بدءا من الأسبوع المقبل ما هي أجندة الوزارة؟ إذن صحيح أن العمل في وزارة التربية الوطنية لا ينقطع ولا ينتهي وفيما يخص تحضير الامتحانات الرسمية في الحقيقة بدأت شهر سبتمبر من هذه السنة بمثلا تسجيل المترشحين وعادة النظر في تصحيح المعلومات الخاصة بالتلاميذ إذا كان وجود هناك خطأ إلى غير ذلك يعني التحضيرات لهذه الامتحان تبدأ في بداية سنة دراسية والعمل يتواصل يعني يقوم به دوان وطني الامتحانات والمسابقات في تحضير الامتحانات بما في ذلك كل الملتقيات التكوينية والتحسيسية والإعلامية لجميع المتدخلين في الإشراف على عملية الامتحانات الرسمية بما في رؤساء المراكز الإجراء والمصححين والمشرفين على سير الامتحان من أساتذة إلى غير ذلك يعني هناك برنامج طويل ورزنما مكثفة صحيح خاصة خلال هذا الفصل والفصل المقبل وذلك لضمان سير عادي وهدئ لجميع الامتحانات الوطنية المدرسية طيب سيدة سامية كذلك في الأون الأخيرة كثروا الحديث عن مشروع إصلاح الباكالوريا وهذا تجنبا لمختلف النقائص التي عادة ما أصبحنا اليوم نسجلها في شهادة الباكالوريا طيب ماذا عن هذا المشروع إلى أين وصل وما هو الجديد بخصوص مشروع إصلاح شهادة الباكالوريا فيما يخص امتحان شهادة الباكالوريا أولا أريد أن أؤكد على شيء مهم ومهم جدا هو أنه ليس إصلاح امتحان الباكالوريا وإنما هو إعادة تنظيم امتحان الباكالوريا يعني هناك فرق لما نقوم بإصلاح الباكالوريا ندخلوه في العموقات أما هنا في هذا الصدد يعني الملف نتناوله في هذه السنة هو أن هناك اقتراحات فيما يخص إعادة تنظيم امتحان الباكالوريا والمتمثل أولا في تقليص مدة الامتحان لهو كان يعني عادة هو خمس أيام والشيء الجديد هو أنه سيكون خلال تلت أيام ونصف يعني هذا لتقليص من قلق التلاميذ والإرهاق ليعيشوا المترشح خلال هذه الفترة وإضافة شيء لهو جديد لهو إعطاء يعني أهمية للتقويم المستمر لكل نحن نخذوه بعين اعتبار في نجاح تلميذ في امتحان الباكالوريا طيب الحديث عن التقويم المستمر هل هذا أو اعتماد التقويم المستمر سيجعل من التلميذ أنهم يلتزمون بإكمال البرنامج داخل الأقسام لأنه عادة ما نشهد خلال الفصل الثالث خاصة إذا تحدثنا عن الأقسام النهائية والتي ستكون مقبلة على اجتياز امتحانات سواء تعليم الأساسي ولا حتى كذلك شهادة الباكالوريا نجد بأنه هناك نفور كبير من الأقسام وتوجه عادة يكون نحو الدروس الخصوصية يقول لك ربحا للوقت ولمراجعة أفضل التقويم المستمر هل سيجعل التلميذ يلتزم بمقعدها الدراسي حتى يكمل كل ولو حتى المراجعة في القسم إلى غاية نهايتها طبيعة الحال لأنه في المشروع إعادة تنظيم الباكالوريا وأننا نأخذ بعين اعتبار العلامات التي تحصل عليها التلميذ خلال السنة الثانية ثانوية والسنة الثالثة ثانوية وبالتالي هذا يلزم يعني التلميذ أن يكون في المؤسسة الترباوية ويزاوي الدراستها بصفة عادية لماذا؟ لأن كل المواد المدرسة في التعليم الثانوي تأخذ بعين اعتبار في النجاح في الامتحان وبالتالي هذا ما سيدفع التلميذ أولا بالالتزام بمقاعد الدراسة وبالتالي نضمن الحجم الساعي المقرر خاصة بالنسبة لتلميذ أقسام السنة النهائية السنة الثالثة ثانوية لأنهما التلميذ هذه الأقسام لقلال الفصل الثالث يعني يبدوا يغادروا المؤسسات وتلجئوا لدروس الخصوصية لتحضير انتحان البكالوريا وفي التنظيم الجديد للبكالوريا بما أنه يأخذ بعين اعتبار جهد التلميذ خلال السنتين الأخيرتين من التعليم الثانوي وهذا الجهد يأخذ بعين اعتبار خلال العلامات التي يتحصل عليها في هذا الفصل إذن نعطي فرصة طويلة للتلميذ من أجل يعني يبذل مجهودات ويعمل بصفة مستمرة ومستدامة لكي تكون هناك نتيجة مثمرة وتأخذ بعين اعتبار في الامتحان في شهادة البكالوريا وبالتالي هذا يضمن وجود التلميذ داخل القسم يضمن يعني باش نقدروا يعني نضمنوا نطبقوا الحجم الساعي المقرر في البرنامج ونستطيع إكمال البرامج بصفة عادية وطبيعية في النقائز طيب سيدة سامية كذلك بالنظر إلى جملة الإصلاحات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بقطاع التربية إصلاحات الجيل الثاني وغيرها نجد بأن الوزارة من جهة تعمل على جودة التعليم وكذلك تماشيا مع العصران نوعا ما فيما يتعلق بكل مناهج التعليم لكن لحد الساعة لماذا نجد أنه لا يزال هناك الجدل يثار حول كل هذه الإصلاحات التي دايما تكون مبين مؤيد ومبين معارض خاصة فيما يتعلق بتنظيم الباكالوريا لشفنا لما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن جملة من الإصلاحات ولا حتى جملة من اللي راح تكون ضمن هذا البرنامج نجد أنه كثير من النقبات وكثير حتى جمعية توليئة التلاميذ كان لديهم نوع من التحفظ خاصة فيما يتعلق بتنظيم الباكالوريا في اعتقادك لماذا؟ أولا أريد أن أكد على شيء هو أن ملف إعادة تنظيم الباكالوريا تمت دراسة هذا الملف مع جميع الأطراف سواء مختصين في في التربية على مستوى قطاع التربية أو التعليم العالي وحتى الشركة الاجتماعية بما فيهم النقبات وأولياء تلاميذ وكلهم دون استثناء اتفقنا على أنه من الضروري تقليص مدة الامتحان وأخذ بيننا اعتبار التقويم المستمر يعني في هذه ما كحتاج إشكال فيها والانطلاق في هذه العملية سابتداء من سنة الدراسية 2019 و2020 لأن هناك عمل تلاميذ خلال السنة الثانية ثانوي وفي السنة الدراسية 2020 و2021 نتائج نأخذ بعين اعتبار نتائج السنة الثالثة وفي نهاية في جوان 2021 يتم تنظيم الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا لعدد التحى تقلص مقارنة بالامتحان الباكالوريا الحالي إذن فيما يخص باكالوريا 2019 ليس هناك أي تغيير حتى فيما يخص تبقى سرية المفعول مثل كل امتحان شهدات الباكالوريا حتى فيما يمتحان الباكالوريا 2020 لكن لما يدخل تلميذ في السنة المقبلة إن شاء الله تلميذ السنة الثانية ثانوي نأخذ بعين اعتبار العلامات التي تحصل عليها خلال هذه السنة الدراسية المقبلة فيما يخص السنة الثانية ثم ينتقلوا للسنة الثالثة نأخذ بعين اعتبار ننظم الامتحان الباكالوريا في تنظيمه الجديد طيب سيدة سامية نجد كذلك خلال الفصل الأول بالحديث عن جملة الإصلاحات التي ستقوم بها وزارة التربية الوطنية نجد بأن إلغاء ملاحظتي التنذير الإنذار أقول وكذلك التوبيخ كذلك خلقت نوع من الجدل في الأوساط ما بين مؤيد وما بين معارض هل تعتبر أو هل يعتبر هذا الإجراء من بين الإجراءات التي بإمكانها حقيقة أن ترفع من مستوى التلميذ لأنه كذلك وزارة التربية الوطنية يعطي بالأرقام عن تسجيل بعض النقائص في بعض المواد إذا تحدثنا عن مادة الرياضيات مادة الفرنسية وغيرها من المواد طيب ما مدى نجاعة هذا الإجراء الذي قامت به وزارة التربية هو إجراء بيداغوجي وفيه أثر إيجابي لدى عند نفسية التلميذ لأن صحيح أنا في أعوام وسنوات وسنوات وحنا نستعمل ملاحظات من نوع توبيخ وإنذار إلى غير ذلك لما التلميذ لا يتحصل على نتائج جيدة في خلال السنة الدراسية أو الفصل أو في مادة معينة لكن نحن فضلنا أنه تكون هناك ملاحظات بيداغوجية وتوجه التلميذ يعني من نوع لابد من العمل أكثر في مادة معينة إلى غير ذلك يعني بش ما تخلقش فيه نفسيا نوع من القلق ويفشل ويفقد الأمل ويفقد الثقة في نفسه بينما لما تكون ملاحظات واجيهة وتنفع وتعطيه وتوجيه فيما يجب أن يقوم به هذا أحسن منه لأن تقوله عندك كفاءات لديك لكن لابد من بذل مجهود أكثر أحسن من تقوله إنذر توبيع وبالتالي يقول نفسه يقول خلاص ما عنديش الإمكانيات باش نقدر ننجح وبالتالي يغلق على نفسه ويفقد الأمل وتروح الإرادة تعف العمل إلى غير ذلك يعني هو إجراء يصب في مصلحة التلميذ بالدرجة الأولى طيب في اعتقادك إلى ما هو السبب الذي يجعل ربما تراجع نسب النجاح خلال الفصل الأول وغيرها من الفصول التي عادة ما يتم تسجيلها خلال الفصول الدراسية إلى ماذا يرجع السبب هل أنه التلميذ أم أنه البرنامج أم أنه الأستاذ أم لماذا أولا فيما يخص نتائج الفصل الأول لم نسجل تراجع وبالحكس أننا سجلنا نتائج مرضية خلال هذا الفصل الأول بحيث أكثر من 86% من تلميذ التعليم الإبتدائي تحصلوا على المعدل خلال الفصل الأول و 66% في التعليم المتوسط و 63% في التعليم الثانوي إذن أكثر من ثلثي التلميذ تحصلوا على المعدل خلال هذا الفصل صحيح أنه يعني ما لازمش تكتفي بهذا النتائج لابد من تحسينها أكثر خلال هذا الفصل هذا بطبيعة الحال وفيه هناك بعض النتائج التي لابد من تحسينها في بعض المواد مثل الرياضيات وبعض المواد الأخرى وهذا التحسين بدأ أولا خلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية حيث تم فتح المؤسسات التعليمية للتلاميذ والأساتذة اللي راغبين يتكفلوا بالتلاميذ اللي عندهم صعوبات في التعلم وهذا ما تم في عدة مؤسسات طربوية لأنها كانت مبادرة من رؤساء المؤسسات والطاقم الطربوي وكذلك العمل يتواصل خلال هذا الفصل خلال داخل المؤسسات الطربوية لأن المفتشين وهيئة التفتيش تموا بكل مؤسسات الطربوية وتم تحليل جميع النتائج متحصلة في جميع المواد وفي جميع مؤسسات الطربوية وبالتالي هناك برنامج عمل مخصص لكل مؤسسة حسب الصعوبات التي تعاني منها هذه إذن العمل متواصل خلال هذا الفصل وإن شاء الله نتمنى لأن نتائج الفصل الثاني تكون أحسن من الفصل الأول جزيلا شكرا لك سيدة سامية مزايا مديرة الاستشراف والتقويم بموزارة التربية الوطنية على كل هذا التفاصيل موفقين بحول الله شكرا لك طيب مشاهدين من قطاع التربية نمر الآن لأ